نفت وزارة الداخلية قيام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق الشمريخ والألعاب النارية تجاه قوات الأمن المكلفة بتأمين إحدى الكنائس بمحافظة الشرقية يأتي هذا فيما لم تسجل الوزارة يوم أمس أي حوادث أو أعمال عنف مرتبطة بدعوات تظاهر في القاهرة الكبرى والمحافظات هذا وقد أعيد فتح محطة أنور السادات بالخطين الأول والثاني بعد إغلاقها أمس لدواع أمنية المزيد في التقرير التالي مر أمس كأن شيئاً لم يكن 11-11 تاريخ كان مقرراً لخروج مظاهرات اعتراضاً على الأحوال المعيشية والاقتصادية في مصر لم يستجب إليه أحد دعوة افتراضية أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وظلت كذلك حبيسة هذه المواقع أما على الأرض فكان الهدوء هو سيد الموقف سيولة مرورية بالشوارع والميادين كانت مثاراً دهاش فالشوارع كأنها عادت لعشرات السنين إلى الوراء إجراءات أمنية كانت ظاهرة في القاهرة والمدن الكبرى فرضت الأمن والاستقرار وأجهدت دعوات الجماعة المحظورة للصيد في الماء العاكر جهود أمنية جاءت تتويجاً لضربات استباقية قامت بها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية شملت ضبط أوقار لتنظيمات الإرهابية المنتمية لتنظيم الإخوان بمحافظات القاهرة والفيوم والشرقية وأسوان وبداخلها كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والنارية والمواد التفجيرية التي كانوا يعتزمون استخدامها خلال تظاهرات الأمس رئيس الوزراء شريف إسماعيل علق على فشل دعوات تظاهر بالقول إن الشعب اختار الاستقرار والبناء والإصلاح نحن كل البناء اللي بيتم في المرحلة الحالية ومستقبلية على هذا الاستقرار وأنا كنت موجود علشان عندي شغل برضو يعني وكل شيء هيبقى كويس وإن شاء الله مصر يتتقدم في السنوات القادمة قيادة سياسية وعية وإن شاء الله تتحقق على هذه التقدم لمصر كلها في المرحلة اللي جاي وفي المحافظات أيضا كان الهدوء هو العنوان فلم تشهد غالبية محافظات الجمهورية أي خروج عن النص مشهد تكرر في الأسكندرية والغربية وبورسعيد والفيوم وأسيوت وسهاج والبحر الأحمر وانقض اليوم من دون حوادث تذكر ندي المرشدي النهار اليوم ترجمة نانسي قنقر